مرحبا أصدقائي تحية طيبة لكم شركة بوكو فرع من شركة شاومي شركة شاومي هي أقوى شركة منافسة اللي اليوم تسعى حتى تنطينها هاتف القيمة مقابل السعر وتوقع انه هي تبيع بالمجان حتى تكسر الهواتف الوقية فتيجي شركة بوكو بوكو هي فرع من شاومي وتقول انه احنا لازم ننزل هاتف منافسة شاومي نفسه فتوقعوا ممكن هذا الهاتف يكون هو بفلوس المواد اللي موجودة داخله يعني بين قوسيا أرباح شركة بوكو أرباح جدا ضئيلة تتراوح بين العشرة ل 12 دولار وهذا الربح جدا مقنع بالنسبة إليه لأنه هي تعتمد على الكمية الكبيرة للتسويق نفسه أو لنسبة المبيعات توقع هاتفنا لهذا اليوم رح يجيب شاشة أموليد رح يجيب معالج أقوى من الـ 865 من سناب دراجون هنانا الـ 870 رح يجيب بطارية 4520 ملي أمبير نعم ما متوهم بالرقام اللي سمعته وبقوة شحن سريع هي 33 وار دعنا نخذ مواصفات هذا الهاتف الذي يجيب بسعر 400 دولار إلى 385 دولار أولا أنه هذا الهاتف يجي بشاشة مثل ما ذكرت 6.7 انش رح تأتي أموليد وهذا الشيء الذي كثير المستخدمين يحبه بمعدل رفشرت هو 120 مع كوننغوري لغلاس الإصدار السادس كحماية ومستحوذة على واجهة جدا كبيرة من الهاتف نفسي يعني البزل جدا نحيفة اللي موجود على جوانب الهاتف نفسي نترك حنا وياكم الشاشة أصدقاء وننتقل للمعالج المعالج البطل اللي ركزت عليه شركة بوكو معالجة 870 5G سناب دراجون اللي يجيب تقنية السبعة نانومتر مع الأدرينو 650 ماكو داعي نقولكم هذا المعالج هو الدعم الفيف جي وزائد أنه ممكن يكون أقوى المعالجات اللي تطرح لهذه السنة على الهواتف الكيلر فلاوكشيب واللي أحلى من هذا كله أنه هنا نعدني ال LPDDR5 كأنواع الرامات اللي تنطينا السرعة جدا كبيرة بنقل بيانات مع ال UFS هو 3.1 وعلى طهن الرامات والتخزين تدرون هذا الهاتف يجيب ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت لا و156 جيجا بايت واللي حتى من هذا كله يجي بأنواع الرامات هي بين الثمانية إلى الستة جيجا بايت ولكنه خليه بالك إذا أخذت الثمانية مع ال156 راح تدفع تقريب 20 دولار أضافية وممكن أن يوصل الجهاز سعره إلى 405 إلى 410 دولار واللي هنا أنا منتهت مفاجآت بوكو تقول لك عندك بطارية بسعة 4520 ميلي أم بير مع شحن سريع 33 واط بحيث أن هذا الهاتف قادر على شحن من صفر إلى 100% خلال تقريب 53 إلى 52 دقيقة حسب الشيء الذي طرحته شركة بوكو بالمؤتمر نفسه وهذا الشيء سيكون كافي على مثل هذا الهاتف وصرف الطاقة نفسه تفاصيل التصميم فهنا هذا الهاتف هو غير مقاوم لما يجب دول السبيكر مع بلوتوت جيل 6 مع واي فاي جيل 6 حتى ينطيك سرعب نقل البيانات نفسه وتلقي أنواع الترددات للشبكات منتهت مفاجآت بوكو أكو عندنا شيء اسمه كاميرات والكاميرات هنا شركة بوكو نظريتها مختلفة وتعجبني شخصيا تقول لك أنا ما أنطيك عدد من الكاميرات اللي أنت من تستفاد من عدد خلي أنطيك ثلاث كاميرات موجودة بالخلف وكاميرا أمامية وهذه الكاميرات تخطي لك كل الجانب اللي أنت تحتاجها كاميرا أساسية دقة 48 ميجا بيكسل فتحة عدسة F1.8 كاميرا ثانية 8 ميجا بيكسل والثاثة هي رح تكون 5 ميجا بيكسل زاوية واسعة والتصوير الماكرو وكل مفتحة عدسة 2.2 و 2.4 أما بالنسبة لكاميرا الأمامية فتوقع هنا 20 ميجا بيكسل الإيجابيات أن الكاميرا الخلفية قادرة على تصوير 4K بنطاق 30 فرام بثاني أما الكاميرا الأمامية فهي قادرة على تصوير الـ Full HD فقط 4K هنا أنا من مدعوم وهي هذه المميزات التي شركة بوكو تحدثت بها المنافسين انتطاق شاشة AMOLED انتطاق معالج عملاق انتطاق بطارية عملاقة وتصميم رائع للعلم أن تصميم الهاتف مقارب شكل جدا كبير لـ K40 من شهومي نفسي والهنا أصدقائي انتهت حلقة ننطور رأيكم بأسفل طريقات هل هذا الهاتف من العجابكم أو ممكن تشتريه بالمستقبل أو ممكن هذا المبلغ يسعفك على أن تتاخذ هاتف ثاني ونلتقي بحلقات قادمة في أوان الله